السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة بيزين فاميلي و ان شاء الله نشترك معكم وصفات المسمى بالخميرة البيضية مع مرد من ان شاء الله يجبكم وتفضلوا معي باشتوهد تخاصيل الوصفة بسم الله على بركة الله سوف نحتاج الكفتاء وحبة بصال اللي تفرموها يعني فرما ناعما يكون قطعة ارقيقة والملح يعني يبقى على حسب الضوك زنجبيل كركم اللي هو الخرقم بلدي والقصبر الناشف شوية دي الكامون ما ضفته هنا حبوب وشوية دي السودانية كتبقى على حسب الضوك معلقة دي التحميرا بالنسبة للتوابيل كتبقى على حسب الضوك ديلكم هنا اضفت فلفلة حبة فلفل احمر مفروب يعني مقطع ارقيق حل البصلة هاد الخلطة هادي هي نفسها اللي استعملت فالقرعة اللي عمرت سافي هنا ضفت ليها شوية دي القرعة حمرة طحنتها مع شوية دي القصبر والمعدنوس هنشحر كل شي اه القرعة الحمرة كتوتى مضيان مع الكفتة كتجي زوينا هكدا في العمارة كتجي المادة قديا لها حلو سافي كنشحروها مضيان حتى كتزول منها الماء بما ان القرعة قطعناها رقيقة فهي كتطيب في نفس الوقت مع الكفتة الكفتة مخصناش نطيبوها بزا وإلا را كتنشف يعني غي خصنا غي هاد للوصفة هاد الخلطة هاتي خصا غي تنشف من الماء وكنخليوها تبرد من بعد غندوزو باش نعجنو العجينة العجينة خصنا نديرو قدامنا الوقت لانا فيها الخميرة البلدية خصنا نخليوها تخمر واحد شوية هنا كيف ما كشفتو معايا غي غير بلت الدقيق الكاميل زولت منو غي دي كل نخالة الغليدة لانا باش ما تصدقبش لي العجينة مني يكون كنقرس هنا اضفت معلقة دي العسل بعد معلقة دي العسل غنضيف لها هنيات قريبا كاس دي الخميرة البلدية ولا ثلاثة دي المعالق كبار يعني لكانت جارية خميرة البلدية اللي كان نضيف وديك المعالقة دي المرح كتدي تفاعل مع الخميرة البلدية وكتتصر علينا يعني هاد العجينة هادي كتخمر بسرعة هنا كنعجن بالماء اللي كيكون ماشي سخون يعني غي دافي غي شي شوية ماشي بزاف وللماء البارد ماشي مشكي صافي هنا غدا كيف ما كتشوفوا معي غدا نجمعها مزيان وهاد العجينة هادي كتبغي دلي وإلا كتستعملوا نفس الطريقة اللي استعملت في الفيديو السابق يعني كتفزقوا الدقيق الفينو وعادة باش كتضيفوا ليه الدقيق دي الزراح هنا من اللي جمعتها غنضيف لها الملح ونخلي الملحة هي اللخرى يعني استعملت الخميرة البلدية صافي وكان بقى نرشها يعني كيف ما ندلك العادي كان بقى نرشها بشوية بشوية حتى كتتدلك ليه مزيان هاد العجينة كتجي شوية قاصحة اللي كان استعملوا العجينة الخميرة البلدية العجينة كتكون قاصحة كنقور رخفوها غي بشوية بشوية باش ما تجرش لينا يعني إلا ترخفت العجينة بزاف غدا تبقى تلصق لنا وغدا جينا صعيبة شوية فتجراس كيف ما كتشوفوا معايا هي ولت ارتباء وفي نفس الوقت اه ارتباء وفي نفس الوقت ما كتلصقش يعني انتم ما شفتو ما زيت لتاشي حاجة غدا نخليها ترتاح نخليتها ترتاح تقريبا اه ساعة ونصف صافي وغدا نشكل منها كويرات وغدا نخليهم بدورهم حتى هما ارتاحوا فجيوني ساهلين هنخليهم تقريبا اه ارتاحوا نصف ساعة بالنسبة المقدار ديال العجينة يعني ديال دقيق انا استعملت النص فينو والنص دقيق ديالزرع وغير بزيت الزيتون الزيت الزيتون اه صافي كيف ما قلت لكم اه خليتها اه ترتاح وده باك نسرح العجينة ديالي احتكت ولا رقيقة وبالنسبة الزيت الزيتون نرى ما كيت تحرقش لان قصنا البطاة وطيبنا بالمهل على كلين احنا ما كنديروش في المقلة يعني كنقرصو به وملي كنبغون طيبو المسمنة ما كنضيفوش باتاتان الزيت يعني كيجي مبنة نعيف الداخل هاد المسمن هذا كيجي الديد بزاف المادا قد يالو كيجي رائع بزيت الزيتون والخميرة البلدية لان ما كنخلي واش تبقى بزاف يعني ما كيبانش بالمرة بانا فيه الخميرة البلدية لكلنا رازو يوت كلها كتحرق الى جهدنا يعني الارفعنا الحرارة وجهدنا البوطا سافي اه وسينو كينا كينا فكرة اخرى اه حتى هيك نحضر بها شي مرات يعني كت تلوي بالزيت الزيتون ومني كتبغو تقرسو المسمن كتقرسوه بالدقيق يعني اللي خاف اه من هاد المسألة هدي ان شاء الله شي مرة اه نشارك معكم اه الملوي الخامر اللي يعني خصنا نخمرو بحلخو هادا كنقرسو بالدقيق سافي كيفما شفتو معايا رققتها مزيان يعني ضروري رقوها مزيان باش كيجينا ذك المسمن يعني كي مقرمش وفي نفس الوقت كيجينا رقيق بزاف انا ما كيعجبنيش المسمن اللي عامر يكون غلا يضروري يكون نرقيق باش كيجينا آآ ديد كنحسو بالحشوة سافي كنرشو بسميدة وكنتني بهالطريقة هدي ممكن انكم تطويوا اللي مسمن بطريقة اللي عجبتكم انا غنحطرهم على شكل ساندويت يعني غدا يكونوا طوالين وممكن انكم تحطرهم على شكل مربع ولا ملوي آآ اللي بغيتوا والحشوة ضروري ما تكون باردا مزيان باش ما تتقبش لنا عجينة وسبحان الله هاد المسمن اللي بالخميرة البلدية كيشي كيجي ساهل في الخدمة يعني ممكن ان انا انا لويتهم كاملين يعني تكملت الكمية اللي عندي دي العجينة كاملة وعادة باش بديت كان طيب يعني ما كيتترخاش بحل المسمن اللي كيكون آآ يعني ما فيه والو اولى فيه اولى فيه الخميرة الكيموية هذا كيبقى قاب براسو سافيره هنا كنتكملت الكمية ديالي كاملة اللي ديال المسمن اللي كان عندي عمرته كامل وعادة باش بديت كان طيب باستمرار باش مات آآ باش كتبقى لنا شكل ديالها زويد سافيره ضغيه كي طيب ما كياخدش بالزفت يالي وقت انا هنا ايا كيف ما اقلت لكم دائما نسمن كن نطيبو يعني على نار مهيلا ها هو كي ما كتبسنوا معي كيجي مقرمش يعني رجي صبح دياله كيجي مقرمش وكيجي القياف كيجي جديدة سمننا ان شاء الله تكون الوصفة ديال اليوم نالت اعجاب ديالكم وإلى وصفة جديدة ان شاء الله واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائه سمننا ان سانتبه ترجمة نانسي قنقر